هل زينة العروسة ليلة سفافة وهي محجبة معصية؟ السؤال كده في فخ يعني السؤال كده لطيف ليه؟ لأنه في فخ لأنه لو تجاوب السؤال على الحال اللي هو فيه ده يبقى الناس ما بتكره الجمال وما بتحبوش الناس تفرح وما عرفش لا 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 خالص السؤال فيه تفصيل زينة العروسة دي زينة العروسة دي لو كانت بتشتمل على أي نوع من أنواع التعري ممنوع حرام لأنه إيه اللي حاصل؟ لأن العروسة حرام طيب زينة المرأة دي لو كان ليست هي الزينة الظاهرة ولكن فيها إسراف ومبالغة إلا ما ظهر منها فالزينة بتكون فيه أن يكون وجه المرأة على طبيعته وبقى هو ده الشيء اللي أرقى ما يكون هو أن يكون وجه المرأة على طبيعته أما اللي احنا بنشوفه ده إن فجأة تبقى المرأة في زينة تبقى شخص تاني لما تتزين في الفرح لا ده ممنوع ممنوع كمان عشان الخداع فإذن زينة المرأة جائزة على أن تكون في حد في الحد الذي ليست فيه هذا الإسراف والمبالغة الذي لا يكون فيه أي نوع من أنواع إلا نوع من أنواع الخروج عن المرأة من أن تكون مرأة محترمة مكرمة إلى أن تتحول إلى عروس لعبة يبالغ في مكياجة وخلاص أقنعنا الناس أقنعنا الناس أن هذه المبالغة الشديدة في ده هو اللي بيخلي المرأة في غاية الجمال وفي الحقيقة في الحقيقة إن المرأة تستطيع أن تصل إلى هذا بنوع من أنواع الزين الزينة الظاهرة اللي إلا ما ظاهر منها يعني الزينة المعتدلة التي لا تخرج وجه المرأة عن طبيعته وهو ذات معنا الرقة واللطف والجمال وهو ذات اللي هيخلي المرأة في أحسن سورة وفي أبها سورة